قالوا في أركان الإيمان بالملائكة منها الإيمان بالملائكة قالوا بأن الملائكة خدموا للأئمة في دينهم كما اعتقدون قالوا بأن جبريل عليه السلام سأل الله أن يكون خادما للأئمة كما في بحار الأنوار قالوا فجبريل منا أهل البيت وهو خادمنا قال شيخ الإسلام إذن تيميتا رحمه الله تعالى في كتابه العظيم من هاج السنة وهو يرد على ابن المطهر الحل في نقله لهذا الكلام قالوا هذه عبارة من لا يعرف قدر الملائكة ولا قدر إرسال الله عز وجل لهم إلى أنبيائه ورسله إذ كيف يطلق هذا اللقب الوضيع في من وصفه الله بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذا العرش مكين قول رسول كريم ذي قوة مقصود جبريل عليه السلام عند ذا العرش مكين أي عند الله تبارك وتعالى وتكلمت كذلك عن الإيمان بالكتب فهم يعتقدون في دينهم أن الله تعالى أنزل كتبا من السماء نزلت بوحي مقدس من السماء على أئمتهم هذه الكتب كما أنزل كتبه على أنبيائه ورسله أنزل بعض الكتب على أئمتهم أين نجد أثرها كما يقول شيخ الإسلام لا نجد لها أثر ويزعمون أن هناك نصوص أو بعض النصوص منقول في كتبهم التي هي بين أيدي الناس اليوم منقول من هذه الكتب كما زعموا كذلك تكلمنا عن الشهادة الثالثة وما يعتقدون فيها الشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله تقال في الأذان وبعد الصلاة ويلقنوها موتاهم عند السكرات في اللحظات الصعبة يقولون يأتون إلى الميت وهو على فراش الموت ونزال به حياة وبه نفس ويلقنوه الشهادة يا فلان إذن فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن علي إذن أبي طالب حجة الله على خلقه المعصوم وأن الأئمة من ولده المعصومون حجة الله على خلقه وإذا ذهبوا به إلى قبره لقنوه أيضا الشهادة مرة أخرى بعد موته والإقرار بالأئمة جميعا يذكرونهم بأسمائهم يستخلف عند رأسه أحب الناس إليه ويضع فمه عند رأسه بصوت مرتفع ويقول يا فلان ابن فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حجة الله على خلقه وأن الحسن والحسين والصادق والباقر والكاظب كلهم إلى المهدي المصرد بهذا كذلك طبعا تكلمت أيضا عن طربة الحسين وما اعتقدون فيها لأنه إذا مات الميت يوضع معه في قبره شيئا من طربة الحسين في الكفن شيئا من طربة الحسين بمقدار الحموسة المتوسطة هكذا يأخذها الرجل بأطراف أصابعه ويقلبها لعينيه تقديسا لها ويضع في كفن الميت ضمن منهم أن هذه التربة تقيه من عذاب القبر هم يعتقدون فيها كذا التربة الحسينية بالنسبة لهم تقاس بجرام الذهب تقيه من عذاب القبر وتنجيه من عذاب القبر كما يشربها المريض فيصبح صحيحا كأن لم يكن به بأس ويحنك بها الطفل فتصبح مأمنا له من المخاطر وأيضا تكلمت كذلك عن الإيمان بالرسل وضلالهم في هذا الباب ضلال عظيم يعتقدون أن الأئمة في دينهم أفضل من الأنبياء وقد بوابوا لذلك أبوابا وعقدوا لذلك أبوابا منها ما عقده صاحب البحار المجلسي الهالك في كتابه بحار الأنوار باب في أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الخلائق وأن أولو العزم من الرسل لم يكونوا كذلك إلا لحبهم لأهل البيت عليه الصلاة والسلام تعالى الله عما يقولون علوة كبيرة وكذلك ألف شيخهم هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 كتبا في هذا الشأن من جملة ما ألف هذا الزنديق قال كتاب كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء وكتاب تفضيل علي بن أبي طالب على أولي العزم من الرسل ولك أن تتخيل حجم هذا الضلال وأيضا الإيمان باليوم الآخر فللقوم فيه أقوال منكرة وبدع كثيرة عظيمة قالوا برجعة الأئمة وهذه حيلة ماكرة منهم لإمكار أمر اليوم الآخر بالكلية لماذا؟ لأنهم لا يقرعون في آيات اليوم الآخر في القرآن الكريم إلا تأولات شيوخهم له بالرجعة طبعا هذا فرع عن تصورهم في أمر الجنة والنار لأنهم يعتقدون أن الجنة بيد الأئمة والنار خلقت لأعدائهم قالوا لولا الأئمة لما خلقت الجنة والنار وأن الله تعالى خلق الجنة من نور الحسين كما يزعمون وكذلك تكلمت عن بعض معجزاتي الإمام عند القوم وقلنا بأن المعجزات بداية عند أهل السنة هي الآيات والبراهين التي وجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله فتدل على صدقهم وهي كثيرة ولا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمعجزة القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام معجزة شق البحري لموسى معجزة إحياء الموتى لعيسى وإبراي الأكمه والأبرص بإذن الله المعجزات كثيرة جدا لكن الشيعة ترى أن أو علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منها والشيعة ترى طبعا هناك فارق أولا بين المعجزات والكرامات قلنا المعجزات لا تكون إلا للأنبياء ولا يأتي بها أحد إلا الأنبياء لكن الكرامات تكون لكل أحد رجل صالح له كرامة جاء في صاحب البخاري بالمناسبة ما حدث مع عباد بن بشر وأوسيد بن حضير كان يمشان في طريق واحد وكانت عصى عباد تضيء لهم الطريق فلما أراد كل واحد منهم أن ينصرف إلى بيته أضأت عصى كل واحد منهم طريقة صاحبة هذه كرامة ولا إشكال فيها أبدا وتحدث ولا زالت تحدث في دنيا الناس اليوم لا إشكال عندنا لكن فارق بين المعجزات والكرامات قلنا المعجزة لا تكون إلا للأنبياء بخلاف الكرامة تكون لكل أحد ولأي أحد فلا يمكن الخلط هنا بين المعجزات والكرامات ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لا شك أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادة في شتى أنواع العلوم والمكاشفات كالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف طبعا ما جاء عن قتل الغلام وخارق السفينة وبناء الجدار هذه كلها كرامات الخضر عليه السلام كذلك أو التي حدثت للخضر عليه السلام كذلك ما حدث في صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ولازال هذا الأمر موجودا في يوم الناس هذا لكن كما قلت الشيعة ترى أنها معجزات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة على الخلق كما تقول رواياتهم بأن الأئمة هم الحجة على من دون السماء وفوق الأرض ولذلك عقد المجلسي في كتاب البحر في الجزء التاسع والثلاثين تحديدا في الصفحة رقم 193 بابا كبيرا بعنوان باب في أنه عليه الصلاة عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط لو يعرضها الشيخ أنس والإخوة قال فيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على عجلة من نور وعلى رأسك تاج له أربعة أركان على كل ركن ثلاثة أسطر طبعا مكتوب على هذه الأسطر لا إله إلا الله نحمد رسول الله علي ولي الله وتؤطى مفاتيح الجنة ثم يوضع لك كرسي يعرف بكرسي الكرامة فتقعد عليه خد بالك ثم يجمع لك الأولون والآخرون في صعيد واحد فتأمر بشيعتك إلى الجنة وبأعدائك إلى النار فأنت قسيم الجنة وأنت قسيم النار ولقد فاز من تولاك وخسر من عاداك فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحجته الواضحة أو أمين الله وحجة الله الواضحة ويقولون كذلك بأنه صاحب الجنة والنار قالت أخبارهم إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله فينادي الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي ابن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها من يشاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي ابن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء ولك أن تتخيل هذا الضلال فما تركوا لله إذن وهذه الكرمة أو المعجزة كما يقولون لم تحدث حتى للنبينا أفضل من وطأت قدماه الثرع ولا لأحد من الأنبياء منازع لله في ملكه سبحانه وتعالى بل وصلوا إلى القول بأنه ديان الناس يوم القيامة كما جاء في بحار الأنوار في الجزء التاسع والثلاثين في الصفحة متين وفي بصائر الدرجات في الصفحة مية اثنين وعشرين تحديدا قالوا عن المفضل ابن عمر الجعفي عن أبي عبد الله قال سمعته يقول إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لديان الناس يوم القيامة تاني إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لديان الناس يوم القيامة الله أكبر هذا فيديو أيضا يوضح هذه الحقيقة عند هؤلاء القوم نستمع إليه ثم نعود هذا شأنهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عظمتهم الله عز وجل جعل لهم مكانة في القلوب لكن بعض الناس سبحان الله ما علي شنو مرضوا يا أهل البيت ما بالأخوان من أمتي إذا ذكر آل محمد إشمعزة نفوسهم صل عليهم بأربع صلاتكم والله لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعبر أحدكم الصراط إلا وبيده صك من علي بن أبي طالب زين فسألة واحد من علمانه قالوا لحتى رسول الله قالوا لحتى رسول الله قالوا لحتى رسول الله قالوا لحتى رسول الله فدخل عليهم صلوات الله وسلامه عليه لأتيهم على جمع من الأنصار والمغاجرين وفيهم الخليفة الأول فنظر بمجه علي وتبسل قال له ما لك تبسلت أما باكر تبحك بوجه يعني لازم أكم ولا سنكرت فتحدث قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يومه بقيامة ونصر الصراط لا يجوز أحدكم عن الصراط إلا من كتر له عليهم بالجهاز أهلا يمنى رسول الله بإمام الصادر حسكات إن حديث الشمانس كناثر من كنا لا يعبر الصراط إلا من كان بيده سك أو برات من يد على يده بطالب أرجو روز قيامت هشتی از پولس راد راب نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه يكشتی باشه که درش امزای عمیق المؤمنين نمشن شده كاغا ولیون این درسته ترمودم بله يكشتی باشه يزمان أرجو هت نمشه حتى الانبیاء پیغمبرها هم آدم موسى عیسى عود صالح عقل همه يهیم پیغمبرا اینام لازم درن این حضرت نگاهی كذن هرمودن حتى خاطم الانبیاء كما سمعنا شكرا